الشيء بالشيء يذكر يا دكتور عمار وأنت لمست هذا الأمر في رواياتك أيضا هناك من يقول لسيادتك وصحح ليه هناك من يقول أن ربما السادات عندما استشعر بدايات الخطر من المتشددين في الفكر الديني يعني رحب بعالم الصوفية وأنشأ لهم أو أصبح هو رئيس المجلس على ترق الصوفية أو كان له وجود في عالمهم يعني وجعل هذا المجلس يتبع على أسل الجمهورية مباشرة وحتى في المجيشة إيران دعاهم يعني يكونوا في موجودين في الجنازة هناك من يقول أن ربما حتى في كثير من الروايات قواعد عشق الأربعون يعني وهكذا صحيح في بحث عن القيم للتسامح والمحبة والمودة والتآخي التي في عالم التصوف لأن تكون يعني أنا أعوز أختار كلامي عشان بس الناس يعني لكي تكون مرشدا للطريق الصحيح مش مذهب أنا أكلمك بشكل أكثر صراحة أنا من الذين يطرحون التصوف حلا التصوف هو الحل؟ آه لكن ليست الصوفية ليست الطرقية آه المنهج المنهج الخام بمعنى التصوف زي ما كثير من الممارسات الدينية في كافة الأديان بالمناسبة فسدت وهناك من ارتزق منها ومن تقوت عليها ومن استخدمها في تحصيل السلطة والمال والجاه جرى ذلك في الصوفية من خلال الطرقية طرقية ليها الطرق الصوفية الموجودة بشكلها الحالي معنا أنا بطرح التصوف كحل اللي هو التصوف الفردي الجواني إن كل إنسان يجب أن يكون في نفسه حظه من تصوف التصوف اللي بيتكلم على اللي بيعلي من قيمة المحبة والتسامح التصوف اللي بيعلي من قيمة الزهد التصوف اللي بيطرح العلاقة مع الآخر باعتبره علاقة تكامل وليست علاقة صراع على فكرة المتصوفين بيلعبوا ده أما السلفيين وأما المتشددين بيترحوا العلاقة مع الآخر علاقة صراع وهذا الصراع يمكن أن يكون صراع فكري وتطاحن وتشحن وتبغض ويمكن أن يكون صراع دموي تمام سؤال أخير لك يا دكتور عمار الأزهر يعني فقط والواحد والله مؤسف يعني آسف نقول كده بس لازم نرسل الأمر هل الأزهر فقط هو المتلقي للدعوات بالتغيير يعني على ما أتذكر مؤسسة الرئاسة أطلقت أربع مرات دعوات للتغيير الخطاب الديني والثورة حتى في القمة العربية لا لا خالص طيب هل صدر بيان من الأزهر منذ بداية هذه الدعوات وهي قديمة بالمناسبة يعني ليس الجديدة قالوا له أنا عملت كذا وكذا 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 لا ما هو الأزهر تلما يريده أن يكون قيما على الكتابات الدينية إن عنده لجنة أي حد بيقلب في الدين لازم يراجعه فيبه هو مطالب بالتغيير لكن الكتابة في المسائل الدينية وفي الفكر الديني هي مفتوحة يعني والعقات كان في الأزهر ومحمد يسيني كان في الأزهر وخالد محمد خالد كان في الأزهر وكثيرون كتبوا في المسائل الدينية وجمال البنة كان في الأزهر هناك أصوات داخل الأزهر تقول أن طيارا علمانيا يريد أن يقضي على الأزهر يريد أن يهدم الأزهر يريد أن يستغل فكة جمود الخطاب الديني للقضاء على الأزهر أنا من الذين لا يطالبون بهدم الأزهر لأن جزء أصيلا من تكتيك الجماعات المتطرفة هو هدم الأزهر وأنا لا يمكن أن تطبق معهم فيه أن أنا أريد إصلاح الأزهر وهذا الإصلاح لا يأتي بوضع الأزهر موضع هجوم شديد وتفسير أو محاول التصوير أنه لا فائدة منه إنما بمد يد العون من قبل كل المفكرين وكل المثقفين وكل القائمين على الجمعيات الدينية وكل الذين يريدون تنويرا دينيا يمد يدهم للإصلاحيين داخل الأزهر والسلطة السياسية أيضا عليها دور لأن هذا التسلف الذي قام في الأزهر إنما قام برعاية السلطة والتحالف معها فلو السلطة أرادت التغيير يمكن أن تغير أيضا داخل الأزهر الكاتب والوائي والباحث في عين الابتماع السياسي دكتور عماري على حسن شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لكم وشهدين الكرام على حسن المتابعة وفي أمان الله شكرا